انخفضت أعداد الشاحنات التي توجهت إلى منفذ كرم أبو سالم عبر معبر رفح البرية حيث وصل العدد الإجمالي إلى خمسين شاحنة محملة بمعونات متنوعة من المدنيين في قطاع غزة بالإضافة إلى تسع شاحنات فقط من المحروقات هدى وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة حركة الشاحنات من خلال رفضها للغبور إلى الأشقاء الفلسطينيين وممارسة سياسة التعنت والتعصف ضد المساعدات المزيد يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيبة نعم مشاهدين الكرام بعد التحية لازلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أقصى درجات التعنت والتعصف الكبير ضد الشاحنات المصرية التي اتجهت من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم نتحدث اليوم عن عبور حوالي خمسة وخمسين شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية هذا بالإضافة إلى حوالي تسع شاحنات من الشاحنات التي تحمل محروقات متنوعا ما بين السولار والبنزين والغاز مقام بتفريغ حمولاته إلى الآن حوالي أربعين شاحنة فقط من كل هذه الشاحنات أما فيما يخص الشاحنات التي تحمل محروقات فبالفعل هذه الشاحنات تفرغت بالكامل وعدد مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري إذن نحن أمام تناقص نوعا ما عن الأعداد الشاحنات التي توجهت اليوم إلى منفذ كرم أبو سالم عن الأعداد التي توجهت أمس وأول أمس كنا نتحدث عن عبور حوالي أكثر من 160 شاحنة على مدار اليومين السابقين اليوم هوت هذه الأعداد لتصل إلى قرابة 60 شاحنات مجملة ما بين أعداد الشاحنات التي تحمل مساعدات قدائية وأعداد الشاحنات التي تحمل محروقات دائما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتقليص أعداد الشاحنات للضغط الكبير على الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من نقص كبير في الإمدادات القدائية والطبية والدوائية وأيضاً الامدادات الخاصة بالمحروقات اللازمة لعمل المستشفيات كل هذا بسبب الإجراءات والتعسف الكبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضاً استمرار القصف الإسرائيلية على أماكن متفرقة في قطاع غزة هذا هو المشهد لدينا مشاهدين الكرام وأعود إليكم مرة أخرى